السلام عليكم بعد غياب طاويل سمحوا لي كان نغيب شي شوية درسم معكم اليوم الوصفة الناجحة ديال البطبوط القمح الكامل هاد البطبوط البنات طلبتوه مني بزاف انستغرام كنت كنحطوه في ليستوري وبزاف الوصفة صراحة وصفة ناجحة كيف كتشوفو كي يجيخ ومتقب من الداخل هنا الوصفة بسيطة جدا لدي هنا 600 جرام ديال الطحين 400 جرام ديال الطحين او للدقيق الكامل دقيق القمح الكامل 200 جرام او 150 جرام ديال الفورس وتقدروا تستغنو عليها عندي 20 جرام ديال الخميرة حبيبات عندي 41 جرام ديال الزيت البلدية او لجوج مع القكبار تقريبا عندي كذلك نفس الكمية ديال العسل انا درت العسل حرة واحدة رشيشة ديال الملحة الوصفة زوينة وسهلة وناجحوك نحتاجوها بزاف سوف تشتاك نبغيوها كاف الصباح نفطره هكا بالبطابيطات ولا الغضاء بالنسبة اللماء انا درت 350 جرام ولكن تقدروا تزيدوا 21 جرام حتى ال40 جرام ديال الماء اللي حسب النوعية ديال الدقيق اللي عندكم المهم الوصفة كما هي غادي نحطها لكم في صندوق الوصفة بالعبار حتى الوصفة بالنسبة للبنات اللي غيخدموا بالعجانة غادي ديروا 1-10 دقائق حتى ال 15 دقيقة بنات اللي غادي يعجنوا بالعجانة ديال ترموميكس اوما غادي ديروا 5 ديال 5 دقائق صافي كان نخرج الخبز من اللوبول العجينة ديالي من اللوبول وكان قطعها على كويرات على حسب القياس اللي بغيت انا انا هنا اعطتني سبعة ديال القطاع متوسطين حيث انا بغيتهم غادي ناكلوا بهم طاجين اللي بغاهم الفطور ودكشير يقدر يقطعهم على التالة ل 14 القطعة ممكن صافي كان كورهم فتحين ديال القمح وكان خليهم مرتاحوا 1-5 دقائق اللي مهمة اولى النصيحة اللي بناس بشيجيكم البطبوط ديال القمح بالضبط من فش فش ومتقب من الداخل وما فيش البضعة وهو انكم تلقوه بالمدلك ما تقرصوش بيد ديكم إلا قرصوه بيد ديكم تيجي مبضع وكيجي داير بحل خبز ديال المقلع يعني ما كيجيش بطبوط اولا بمبيتا را كيجي بحل مخمار في البضعة من الداخل وهذا كلي في البضعة من الداخل هنا كيف تشوفو تنقرصوه اولا تنطلقوه بالمدلك رقيق بزاف باش كيجيني البطبوطة خاوية من الداخل كنخليه خمار 15 دقيقة من تعدهش 15 دقيقة صافي هنا كنسخل المقلع ديالي مزيان وكيف كتشوفو الخمار دياله ماشي طلع والنورة غير يلا بازي تنفخش شوية هنا كيف كتشوفو هنا كيف كتشوفو بقوة مهو ومن فوقها وكيف توقفوه على الجنب وكيف تشوفو وكيف تشوفو ونحمرو مع الجنب هنا البطبوطة الثانية نفس الشيء نفخ وناجحة الخبيز كان حتى وجوه بزاف لساندويتش ديالنا او الفطور او بغتو تعمروه بغتو تديرو فيه حتى شاور مارة تجيزوينة بزاف لساندويتش الوليدات مهم خبز ناجح وزوين هنا كن ما قطعش لا فيديو باش تشوفو ان الخبيزة كاملين تنفخو وناجحين غير ما تخليهم مشي خمرو بزاف وطلقوهم بالمثلك هادو جوجد الحواج دروري تديروهم هنا كن نكمل الخبيزة ديالي وكيف كتشوفو ناجحين طايبين مزيان صحيين مقوة مهو مزوينين وناجحين حتى بحل تقيبات الداخل بحل بغرير جاو هنا انا انا اعجبني بزاف وصفة بسيطة وناجحة و نتقسمها معكم و بصحة و الراحة